مرحبا بحضركم مرة تانية لسا مكملين معاكم في صباح وانتايم وفي الحقيقة عايزة أتكلم معاكم في موضوع كلمنا فيه مرارا وتكرارا الخاص بإصابات الملاعب إصابات الملاعب كان لنا ضيوف كتير معنا في صباح وانتايم وضيوف كتير عملنا معاهم انترفيوز ويتكلموا عن أسباب إصابات الملاعب هل هي ممكن تبقى فيها جين وراسي هل هي ممكن تكون سبب لنتيجة الأحمال أو التدريب المش صح ومش بتكلم هنا على الشكل البروفيشنل بنتكلم على الإصابة اللي ممكن تحصل لك في جم ممكن تحصل لك وانتا بتتمرى ممكن تحصل لك وانتا لعب كورة أو لعب أي رياضة أخرى وكان في أسباب كتير جدا منها كمان قلة النوم والإرهاق البدني والزهني وكمان تكلمنا عن التغذية قد إيه التغذية ممكن تكون مؤثرة بشكل كبير جدا على حدوث بعض الإصابات وممكن تعرضك لإصابة وشفنا كمان أن أوقات لما حد بيشتكي من كرام بيقولك أنا عندي شد يقولك ده ناقص فيتامين معين في الجسم فحاول أن أنت تعمل التحليل وتعرف إيه اللي ناقص في الجسم وتعوضه عن طريق التغذية كل الكلام ده معانا فيه تقرير مع دكتور عبد الرحمن مدرب التغذية بنادي بيراميدز نشوف قال إيه وإيه علاقة التغذية بالإصابات ونرجع مرة تانية مع حضركم بص التغذية عنصر مهم لتخادي الإصابة ودي إيه من الحاجات اللي بنستخدمها للتوقع أو لفهم أجسام اللاعبين وعرضتهم أهل إيه أكثر لإصابة محددة من عدم اكتشفناها بدري أنك عرضة ليها مش أنها جات لك أنك عرضة ليها اعمل دائما على الوقاية منها يعني يه الوقاية منها؟ أنت عرضة مثلا عن طريق فحص الدياني بتاعك أن يكون عندك إصابات عالية في العضلة الخلفية أو الأمامية أو الصليب ابدأ اعمل على تقوياتها بحيث أنك تقي نفسك من عرضة حدوث هذا طب حدث خلاص قبق وقدر نبدأ نتعامل مع الإصابة نفسها فالتغذية الوقائية من الإصابات ده شيء مفروغ منه خد عناصرك الجيدة من كل ما هو مهم الجسمك لك تقيه من الإصابة حدثت الإصابة حدثت الإصابة حتبقى تشوف البرامج التأهيلية مع المؤهلين بتوعك ودعمها بالتغذية يعني مش ممكن تقوله وصلا عندي النهاردة قطع شمه كامل أو جزئي في عضلة الأمامية وما باخدش كفاية من الكولوكينات عشان التعافي من الإصابة طب هتكفي منه؟ ما عنديش الكميات الكافية من الأوميجا لها أحد العناصر المهمة لتغليف الغشاء العضل طب هتكفي منه؟ ما باخدش ما أحد ربك يبقى أنت عندك تقصير في العناصر اللي هتعيد هذه العضلة لإيه؟ يصدق حده؟ فالتغذية مهمة في الشقين الوقاية ولا وحدثت الإصابة في التعافي منه؟ ما فيش حاجة اسمها أكل مثالي يعني ما فيش منظومة قادر أقول لك مش لتخارد مش لتلحمد مش لعبد الرحمن مش لتلعن وزن العيب هيفرق معايا نوع رياضته هيفرق معايا ووضع الحالي هيفرق معايا لكن لكن ده على ما اتطفق أن الرياضي بيحتاج يوميا لما لا يقل عن جرام ونصف بروتين لكل كيلو من وزنه وبالتالي لو كان وزنه في المتواصل 70 كيلو فمحتاج ما هو أكثر من 100 جرام بروتين ممكن يوصل لحد 120 جرام أو 130 جرام بروتين في اليوم يخشوا بقى عن طريق الأسماك اللي قوموا بواجن البيض الأجبال ونقارئين ما ينفعش يكون بكله للنشويات أقل من على الأقل من 4-5 جرام لكل كيلو من وزنه ده لو هو فد نور مريش في الزون الجادة من الأداء مش تخين ومش لسه عايزين نزوده للي فيه لعبين عادي في بعض وقت من الموسم ينحفوا شوية زي ما بعد الكورونا كوني بقابل ناس فقد وزن كبير أوي أو إصابات طويلة فتلاقي جاي زايد في الوزن فمحتاجين نعيد هيكلة هذه الأرقام من النشويات خلاص؟ الدهون بتاع تلعيبة الكورة أو عموماً الرياضين ما بتكونش علي ما بتزيدش عن 0,5 جرام لجرام لكل كيلو فتلاقينا بقى الحزبة دي قدرت هيكل بررامج تغذية دفطار غدا عشاء وساعات ممكن ماك برابعة خفيفة تتملى يوم الرياضي ده بدخول البروتينات في الغدى بدخول البروتينات في العشاء نشوات ودهون صحية في الغدى والعشاء عن طريق المكسرات من زيوت الصحية ودخوله بفضروات والفاكئة باستمرار عشان اللعيف ده بداخل ما في صحة جيدة وما فيش أي مشاكل في جهاز الهضمي من إمساك أو قراءة من هذين أجهزين اهتمام تغذية شيء مهم جدا عشان تتفادى الإصابة أو تتعافى منها ده الكلام اللي أكد عليه دكتور عبد الرحمن سعيد طبعا طبيب التغذية من نادي بيرامدس دلوقتي